شكراً بداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وجه سيادته بمنح حافظ توريد إضافي لسعر إردب الأمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وده لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة أيضاً وجه سيادة الرئيس بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان وفي اجتماع آخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر ووجه سيادته بمواصلة العمل في استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء وده لأنه بيساهم في توفير ألاف من فرص العمل في التخصصات المتخصصة وهيعزز استراتيجية الدولة في زيادة رقعة الأراضي الزراعية اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وسيد السيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي ولواء أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعتي على مستوى الجمهورية وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكانة الزراعية وقد وجه سيد رئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات إزراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري فضلا عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع السروة السمكية خاصة من خلال إنشاء مصانع الألاف السمكية وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية لسيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرولوس والمنزلة وذلك بعمليات التطهير والتكريك وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج مع منع عملية الصيد الجائر بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المغزون السمكي في مصر كما اطلع السيد الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية خاصة من خلال المشروع القومي للبيتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تحسين السلالات وكذا توفير رعاية البيطرية المتقدمة عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية حيث تم مؤخرا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين بل إضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وسيد سيد القصير وزير الزراعة والتصلاح الأراضي والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية ولوى أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولوى أركان حربي إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقدم طيار بهاء الدين الغنم مدير مشروع مستقبل مصر الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة الجوانب خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء بما يساهم في توفير الألاف من فرص العمل فالتخصصات المختلفة ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة كما تبع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية خاصة في محافظتي بني سويف والمينيا والتي ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري ننتقل للنشاط الحكومي مبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف الأرصدر الاستراتيجية من السلع الأساسية أيضا الترتيبات التي تتم لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعطم وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة أتبع للدولة أيضا سلاسر التجارية المختلفة والمعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود وزارة التربية والتعليم في دعم العملية التعليمية في سيناء وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة بتعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وده من خلال خطة متكملة بتشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية في إطار المشروعات القومية الضخمة اللي بتنفذها الدولة في سيناء ننتقل للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ولنفع الأخبار اللي ترددت على السوشال ميديا بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية المركز تواصل مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ونفع كل الكلام ده وقاله أنه غير صحيح ومفيش أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف في المستشفيات الحكومية سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أنا أعتقد الإشعاعات الخاصة بنقص المستلزمات الطبية كانت موضة قديمة طلعت فترة الكورونا وخلاص دلوقتي إلا هيخليك في نقص بنهيته طيب نروح لخبر تاني من الأخبار المهمة وهو متعلق بوزارة الداخلية لنشرة مبارح فيديو الفيديو ده نشرته عن جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 393 عصرا إجراميا شديد الخطورة ومصر عنصرين بنطاق 22 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلقة، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 186 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، بورسعيد، والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 751 قطع السلاح ناري أبرزها 92 بندقية 76 بندقية ألية 44 مسدس 539 فرد محلي كمية من الطلقات مختلفة العيرة إضافة لـ 1292 قطع السلاح أبيض وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 469 968 حكماً خضائياً بإجمالية 33 896 محكوماً عليهم من بينهم 1742 حكم جنايا و 167 902 حكم حبسة و 235 703 حكم غرامة و 64 621 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 57 متهماً قاموا بارتكاب 64 حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد سرقة بالإكراح حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 66 متهماً كما تم إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1328 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1468 متهماً وبحاوزتهم قرابة 345 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 13 طن و 668 كيلو من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 29 كيلو جرام إضافة إلى ما يقرب من 16.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 16390 قرص مؤثر و39101 قرص ترامدول مخدر وضبط 6 ملاكز لعلاج الإدمان هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 232 مليون جنيها كما تم ضبط قضية غصد أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 20 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة